لم تنتظر الإدارة الأمريكية طويلاً للكشف عن الخطوات التي ستتخذها في أعقاب بث تنظيم الدولة الإسلامية صوراً تظهر إعدام الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف ففي أول تعليق له على العملية قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة لن تخضع للإرهابيين وأن يدها ستطالهم وأنها ستحقق العدالة للقتل مهما كان الأمر الذي أراد هؤلاء القتل تحقيقه عبر قتل أمريكي بريء فقد فشلوا في ذلك لأن الأمريكيين مثل بقية الناس حول العالم يرفضون وحشيتهم لن يتم إحراجنا بهذه الأفعال الشنيعة بل إنها توحدنا كدولة وتزيد من عزمنا لقتال هؤلاء الإرهابيين ومن يقوم بإلحاق الأذى بالأمريكيين سيعلم أننا لن ننسى وأننا سنصل إليهم وسيتم تحقيق العدالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي استنكر قتل سوتلوف عقد اجتماعا أمنيا طارئا لبحث الأزمة بخاصة بعد بث تنظيم الدولة الإسلامية صورا لرجل بريطاني هدد التنظيم بإعدامه هو الآخر في حال لم تتوقف الولايات المتحدة وحلفائها عن قصف أهداف تابع له في العراق أستراليا التي لم تستبعد إرسال قوات إلى العراق لمحاربة داعش دانت على لسان رئيس يزرائها توني آبوت قتل سوتلوف وقالت أن مثل هذه الجرائم هي التي تدفع بلاده ودولا أخرى إلى مواصلة العمل لمساعدة الشعوب التي تواجه مخاطر المجموعات المتطرفة العديد من الدول تتناقش حول أفضل الطرق للمضي قدما تنظيم الدولة الإسلامية ليس خطرا على شعوب الشرق الأوسط فقط بل على العالم إنه صراع نود تجنبه لكنه صراع للأسف وصل إلينا لوجود استراليين يقاتلون مع الجماعات الإرهابية من جهته استقبل المجتمع الدولي نبأ عدامي سوتلوف باستهجان والسنكار حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون عن غضبه ورفضه القوي لاستمرار مثل هذه الجرائم مؤكدا أن المنظمة الدولية ستبذل كل ما بوسعها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم لقد رأينا عمليات قتل شنيعة من قبل الدولة الإسلامية مرة أخرى أنا أدين بقوة عمليات الذبح الوحشية للصحفي هذا غير مقبول إنهم مجرمون يجب جلبهم إلى العدالة وهذه السياسة الصارمة للأمم المتحدة وفي غضون ذلك اتهم ومثلوا عدد من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة تنظيم الدولة الإسلامية بأنه يتألف من مجموعة من المجرمين والإرهابيين معتبرين أن عمالهم الوحشية لا علاقة لها بالإسلام علينا أن نقول إن تنظيم داعش وتصرفاته مخالفة للإسلام تصرفاتهم غير أخلاقية منفرة ووحشية من المرعب بالنسبة لنا أن نرى مجموعة إرهابية إجرامية تدعي إنها تتصرف على الطريقة الإسلامية وبانتظار معرفة مصير عدد من المخطوفين الذين يحتجزهم تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة يتباحثون السبل الكفيلة للقضاء على التنظيم الذي يزداد خطره على العالم يوما بعد يوم